الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه عزيزي الطالب أقف بك الآن على جانب من أهم الجوانب في دراسة مادة التوحيد ألا وهو رقين من أركان هذا المقرر وهو الإيمان بإرادة الله عز وجل وقضائه وقدره الإرادة الإلهية جاءت في آيات القرآن يقول سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون ويقول سبحانه فعال لما يريد الله تبارك وتعالى يعرف الأشياء التي يريدها إذن ما علاقة الإرادة بالقضاء والقدر؟ هذا هو درس هذه الوحدة وسيكون وفق العناصر التالية العنصر الأول أقف بك على منزلة الإيمان بالقضاء والقدر الثاني تعريف القضاء والقدر الثالث الأدلة العامة التي تؤكد على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأيضا أقف بك عزيز الطالب على مراتب القدر وأدلتها من الكتاب والسنة وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد وأيضا أقف بك على بيان الفرق بين إرادة الله تبارك وتعالى وبين محبته ورضاه وأخيرا أختم لك ببيان ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أولا ما منزلة الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر ركن ركين من أركان الإيمان إذ لا يتم إيمان المرء إلا بأن يعترف بهذا الركن ومعرفته أي معرفة القضاء والقدر واجبة على العباد جميعا لماذا؟ لأنه لا يقام الدين إلا بهذا الركن ومن أشهر الأدلة التي جمعت أركان الإيمان حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام فيما رواه البخاري عن عمر بن خطاب عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل قال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذن لا يتم إيمان المرء ما لم يؤمن بالقضاء والقدر هذا أول منازل الإيمان بالقضاء والقدر الأمر الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر يجب على العبد العلم بأن جميع المخلوقات إنما هي تحت قدرة قدرة الله عز وجل وتحت قهره العباد وأن العباد جميعا محكمون بقدرته سبحانه إذ لا يشز عن علمه شيء ولا يغيب عن ملكه شيء فليس للعباد من الأمر شيء ولا يملك المرء نفسه فضلا أن يملك لغيره نفعا ولا ضر وأنه يعلم علم اليقين أي العباد عليهم أن يعلموا يقينا بأن أذمة الأمور إنما هي بيد الله الواحد القهار وإن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب على العبادة لله الواحد دون ما سواه فإذا آمن العبد بالقضاء والقدر فإنه يتيقن من خلاله أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لعباده وأعمالهم وأن الخير والشر والنفع والضر إنما هي إليه هو بقضائه هو وقدرته هو سبحانه وليس للعباد إلا أن يؤمنوا ويقروا بأن ما شاء كان وما لم يقن وأنه سبحانه لا يخرج عن علمه ولا عن قدرته شيء في الأرض ولا في السماء ترجمة نانسي قنقر